احذروا تناول اللبن أو لا تأكلوا اللبن فبعض مصانع الأجبان والألبان اللبنانية مخالفة لنظام المواصفات وتستخدم مادة نتاميسين في منتجات اللبن هذه المادة تعتبر من المواد الحافظة وتمنع تعفن الغذاء وتتسبب بأضرار على صحة أكلها هي مواد حافظة ببدر غير مضرة ومعترفة فيها عالميا وتستعمل عامة بصناعة الأجبان الأجبان يسمون صوليد تشيز يعني الأجبان المجمدة هذه المواد تتضر بدأت تكون بين الـ 400 و 500 ميلي جرام بالكيلو بالنهار عند الإنسان يعني تخيل إنسان يأكل هذه المواد بهالكمية يتوصل لعوارض الصحية بكمية بسيطة ضمن إطار مثلا العين النفس إذن وطمعا بالكسب المادي لم تلتزم المصانع بالشروط المفروضة لإنتاج الألبان وبعد افتضاح الموضوع ما هي إجراءات وزارة الاقتصاد فإذن الشركات هولي خالفوا ورح يتلاحقوا قضائين على موضوعين أول شيء الملصق إنه مش مكتوب على الملصق المادي هايدي لو كان نيتهم صافية وتاني شغلة إنه ما ضلوا بالمواصفات اللبنانية الممنوعة يعني مش ممنوعة بس مش مطروحة باللبنة إنه يكون في هالمواد هايدي فإذن هاي الشغلتين رح يتلاحقوا فيها بجميع الأحوال حكيم يؤكد إصداره أوامر بإخراج كل هذه المنتجات من السوق من قبل مصنعيها بإشراف وزارة الاقتصاد وهنا لابد من الإشارة إلى أن الصدف أسهمت في افتضاح الموضوع ولكن ما هو حجم المخالفات التي ما زالت مستورة؟ بإشارة